اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في مدينة ميونخ اليوم مع معالي السيد الويجي ديم مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن وتم خلال الاجتماع بحث مسارات علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وأوجه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وتكثيف الجهود لزيادة التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الجانبين إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك والعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي بما فيها الحرب في قطاع غزة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب